أنا يمكن آخر حاجة هسأل لها يا دكتور هل هذا المركز هيمكنني من أنه يبقى فيه عندي تربة خصبة بيئة خصبة لنمو شركات التعهيد اللي تقدر تاخد شغل من الإقليم أو خارجه على حسب قدراتي وقدراتي طبعا إحنا أنت حاجة تحت النقطة اللي أنا كنت لسه هكلم حلو أولا الاوتسورسينج ده بقى ترند عالمي إحنا زي ما قال وزير الاتصالات إحنا كنا بندخل ما يقرب من 9 مليار من الاوتسورسينج أولا إحنا عندنا موقع جغرافي فريد من نوع صحيح إحنا الإنترنت بشكل عام 90% من 90% ل95% منها ينقل في العالم كله عبر الكابلات البحرية في المحيطات والبحار حلو طيب إحنا بقى كموقع مصر 90% من البيانات المنقولة من أسيا الأوروبا والعكس بيمر عبر قناة السويس لأنه بتيجي بمحيط الهيندي تدخل البحر الأحمر تمشي من عندنا وتطلع على أوروبا حيل والكابلات دي على فكرة كل ما تعدي على دولة يتبقى مثلا ماشية كده تقوم عاملة وصلة فرعية بنقول عليها هب أو نقطة انزال عشان تنزل البيانات للدولة دي وتاخد مانا إحنا في مصر عندنا أكتر من نقطة تنزال نسوي على البحر الأحمر أو البحر المتوسط المتوسط لكن الميزة إن البيانات اللي عندك في العالم كله جهيالك بحكم موقعك جوراف أسيا أوروبا بيعدي عندي تسايفة أسيا أوروبا اللي رايح أمريكا وطبعا في كابلات بتدي من شرق أسيا لغرب أمريكا لكن لا نقصده إحنا موقعنا زي ما ألف وخمط رئيس رهيب يعني طيب إحنا النهاردة بنعمل إيه؟ أنت لما تعمل مركز زي ده فتحت شهية الشركات العالمية للاستثمار أنت بتعمل مركز كبير عدة مليارات من الدولارات مليون في المية شركات المالتي ناشنال الكبيرة ما بتعملش مثلا لو هي أمريكاني أوروبا بتعملش في أمريكا بس لا بتعمل في أمريكا وفي أوروبا وفي الميدل إيس لخدمة المنطقة أنت النهاردة جلبت استثمارات تدخل في المنطقة الاقتصادية في خناة السويس أنت مش بس فتحت فق فرصة أنت بدأت توطن هذه الصناعة أنت بقى النهاردة وهيجيب مهانسين من إيه؟ هياخد مهانسين من عندك فنيين من عندك هياخد قهرابة من عندك هياخد صوفت وير من عندك هيشجع الشركات الناشئة من عندك اللي هي تعمل البرمجيات اللي هو عايزها دي أول نقطة في مجال تطوير البرمجيات مش هطول لكن إحنا حتى في الأوت سورسينج إحنا النهاردة مراكز التعهيد في مجالات الكول سنترز إحنا متفردين بعد الهانت ليه؟ واحد يقولك مش معنى أنت في المنطقة إحنا عندنا كليات الألسن والأداب بيطلعوا ناس بيتكلموا حوالي عشرين لغ فكل الشركات اللي في أوروبا جابوا الأوت سورسينج يعني مراكز الكول سنترز حطوها في المعادي والقرية الزكاية صحيح تب ليه؟ هتوفر ربع التكلفة عنده طبعا وعندك انترنت سريع زمان ما كانش يقدر يجيبه عندك كانش عندك انترنت يعني كان ممكن واحد يقولك ألو في فرنسا ترد عليه بعد دقايق لا أنت النهاردة عندك انترنت سريع طب دي كلها بتوفر يعني مئات الآلاف من الفرص بس زي ما قال ايه الريس انت عندك مستوى واحد واثنين وثلاث مستوى الأولاني ده اللي بياخد ثلاثة أربعة ألاف دولار مش وحش مستوى الثاني عشر عشرين احنا عايزين ندخل في مستوى الثالث اللي هو المئة ألف دولار وانت طالع معايا حركة طب هذا الكلام بقى محتاج الاهتمام بالتعليم التكنولوجي الرقمي واخد بال حضرتك التوسع في الكليات الزكاة الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والجامعات الرقمية تماما ثم تاخد الموهوبين منذ طفولة بقى تاخدهم كده تنشئهم نشأة رقمية علشان يطلع لك ناس زي يعني أساطير التكنولوجيا المعلومات الزكاة في العالم ترجمة نانسي قنقر